في العالم خطر كبير دق جرس الإنذار وانتهى إلا أنه لا حل لكارثة بدأت تعلن الأمم المتحدة عن دخولها مجاعة بسبب نقص إنتاج الحبوب بفعل التوتر الأمني الروسي الأوكراني القصة ذهبت أبعد من هذا المدى حيث الواقع الأخطر على العراق اليوم يؤثر بجوع ونقص غذاء كبير تتراكم تلك المعضلة فوق معضلة أشد خطورة تحدثت عنها السلطات العراقية بلغة الإدانة للجارتين إيران وتركيا ببناء السدود الذي أدى لانخفاض مستوى المياه في بلاد الرافدين البنك الدولي أشار بتقرير فرانس بريس إلى انخفاض في النشاط الزراعي في العراق العام الماضي بفعل الجفاف الذي اكتسح معظم البلاد الزراعة التي تعتبر عصب الحياة الثاني بعد النفط بمساهمتها في الناتج المحلي بنسبة 5% بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة سيما مع شحن في إنتاج ما يمتاز به المحصول العراقي من مادة أرز العنبر الغنية عن التعريف ليتهاوى من زراعة 350 ألف دنم إلى 10 ألاف فقط حديث المسؤولين بكشف الحقائق لم يتوقف حتى اللحظة آخره ما جاء على لسان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بالتحذير من مخاطر الجفاف وشح المياه الذين يدقاني نقوص الخطر حيث تشير التقارير موثقة للأمم المتحدة بانخفاض منسوب نهري دجل والفرات بنسبة 73% وهو مؤشر خطير يجب على الحكومة التعامل معه بجدية وعلى وجه السرعة تقارير صادر عن الأمم المتحدة حذرت من موجة جفاف عالمية قد تؤثر على ثلاثة أرباع سكان الأرض بحلول عام 2050 حقيقة ينظر لها العراقي ويستمع لها بواقع مؤلم ينشد به ضرورة الإنقاذ الفوري قبل أن يدخل العراق في نفق الموت البطي لخيراته الزراعية والمائية على حد سواء اشتركوا في القناة